المطش ده ما كنت هلعبه جي رح سيدة عبدالنعين بقول له سيد يعني كابت انتهى بلعب مع هذا تبعلي 24 مطش وده 25 جاي يقول لي ملعبش المطش ده سيد قول له عمي نازم الكوي عمي مش عارف نازم الكوي قال عدت الاهلي بس انا نازم الكوي تدع له هو الاول جس نبضه قال له طبعه تقولي تقول له كابت انتهى لو ليتنا قصرت في المطش ماشيني وتكلم عني زي ما انت عايز وعمل لي انت عايزة أنا كده كابتك بحبز قال لي بتلع تقول يا كابت انه قصرت معك قال لأ ما قصرتش معك تركبت عشو المطش ده هداية مني لي كم نادي الزي بالفعل نقعد المطش قال لي بقى لك كان المطش ده من الكواليس اللي فيه يعني احنا بتبعتنا انا وسيدة عبدالنعين وحمده شنح ومعتزة حامد كان بنحب نقرب المطش فكابت انتهى وكتركيز رهيب بقى مطش والدنيا مقلوبة وجو حر جدا جدا فين ما اقولين المطش طاعت نين الدور نزيل نغير كلنا الوطبيس على الجنب وكتركيز شركة مساعدك انجابين لوطبيس مصر سياحة كانك بشريب قبل المواتس انت عارف لو ما كناش عملنا كده كنا ممكن نكسب الهل سكور رغم الفرص اللي ضعت من الهل لو احنا من كون انا واحد من الناس انا نفسي سيت وانا باك ليفت ست ست سبع فرص على الحضري في المطش ده غير الوفر بتاع سعد بنعين وغير الكورة انطلعها من جوه الجوه هيا دي بقى الكورة الوحيدة اللي تراجع ابت انتهى لما اقولك انا مخلص الفيل اللي تشرت بلعبه ولما لاقي ان انا في ايه داخل بنادي الزمانيك اختمه قديني خدامته انا كابت ان انا بحب بنادي الزمانيك افت انطلعها بعد المواتس اعت وحي بتاسل بيه ايوه انا كابت انطلعها معايا خير كابتها عايزك روح تاني لقيت عصاب محمود اعتبو سعدت انعين خير قالك ظرف ليكم في فلوس من مين الظرف ده عام انا اعرفش مش مش كلا اعرف انا مش عاش اعاز الظرف مش مهم مين خدت الظرف بفتح ليت خمس تلاف جنيه سعد بقى عالفين واحد عالفين واثنين بقى خمس تلاف جنيه حقا كويسة بقى طبع الظرف اللي هنفع تشيره في البيت انا تساكن في حواره مطلعش عافية هروح ببيت ازاي قالنا الظرف انا وسيد وعصام محمود وعلماتش كويس جدا اخماتش ده وبيت اللعب اخده ثلاث تلاف جنيه كابتها بصري ورقنا عنا غير الشركة غير النادي امبي وغير محمود سمح فاحمي برغم انه هو هلاوي اناك فرحان جدا لنا اخو